احنا امام جزئية يا حضرات وموضوع اغاية في الاهمية وهذا الامر قد يكون سبب في فساد كثير من العلاقات الاجتماعية في كثير من قطع العلاقات الاجتماعية بتبنى على سوء الظن ده كان يقصد ده اصدو ده قال كذا ايو ده قالت كذا او في لحظة خناءة حد قال كلمة خلاص بقى ما ينفعش الكلام ده ما هكذا تبنى الحياة الاجتماعية عشان كده من اهم من اهم اخلاق المؤمنين ان عندهم حسن الظن تعال نشوف الامام الشفعي مثلا رضي الله عنه الامام الشفعي ده اللي من لا يعلم هو تنبأ بيه سبن النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعي ده وهو الشفعي المطالبي ده من قال بيت النبي الامام الشفعي محمد ابن ادريس الشفعي رضي الله عنه من اهل بيت رسول الله عاش في الدنيا كلها 54 سنة ملأ الدنيا بعلمه دخل عليه احد تلامذته مين اللي دخل على مين التلميذ دخل على الاستاذ اللي هو الشفعي وكان الشفعي مريض فبيقول له يا ابا عبد الله من ابو عبد الله اللي هو الشفعي كنيته ابا عبد الله الشفعي مريض فالراجل داخل احد طلاب العلم واحد التلميذ بيقول له ايه يا ابا عبد الله قوى الله ضعفك فالشفعي قال له لو قوى الله ضعفي على قوتي لا اهلكني هو الراجل يقصد يدعي للشفعي بس سألها غلط فقال له والله يا ابا عبد الله والله ما اردته الا الخير شوف الشفعي يرد يقول ايه والله لو دعوت الله علي ما علمته انك ما ترد الا الخير مش قول ايه لا انا عندي حصن ظن انك تقول لا لا بقوله انا متأكد انك ما اردت الا الخير شوف حصن الظن وصل لحد فين الشفعي بيقول للراجل والله انا لو سمعتك بتدعي علي مش بتدعيدي بتدعي علي انا اعلم اعلم عندي علم انك لم ترد الا الخير شوف بعض المسلمين بيعملوا البعض وقفين لبعض عالجملة عالكلمة عالحرف ده ربنا قال سبحانه وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به غلط يا اخي جملة خن التعبير نخرب البيوت على جمل بتتقال في لحظات غضب او غير مقصودة بنعمل يطلع واحد يمسك عالم او يمسك حد مشهور ويقعد يشرح فيه على الهوى والعسوشيال ميديا عشان قال جملة ايه ده موسيقى